حزم يتحدث عن الأمويين في طوق الحمامة وكيف اختلطوا بالأوروبيات يقول هذا كلام ابن حزم وأما جماعة بني مروان رحمهم الله فقد جبلوا على حب الشقر حتى صار ذلك فيهم فطرة كانوا يحبون الشقروات الخليفة عبد الرحمن الناصر كان أشقر ولونه أبيض وعينه زرقاء فأصيب بهذه العقدة فكان يضع الكحول في عينه حتى يظهر أصمر لأن الإنسان النموذجي الإنسان المثالي سوبرمان أنا ذك هو الإنسان الأصمر أول حملة بحرية إلى الأندلس كانت سنة 710 ميلادية وقام بها طريف بن مالك الذي عبر المضيق وأقام بالميناء الذي لازل إلى اليوم يحمل اسمه ميناء طريفة هذا يعني أن ثقافة البحر لم تكن ثقافة العرب ثقافة العرب هي ثقافة الصحراء العرب لم يستأنسوا بالبحر ولم يتوالفوا بالبحر إلا مع فتح الأندلس السندباد البحري في المستوى الخيالي هو الخشخاش بن الأسود في المستوى الواقعي أوروبا أنذاك لم تكن فيها مدن برجوازية أوروبا أنذاك المدن الثلاثة المهمة وهي باريز ولندن ورومة مجتمعة عدد سكانها لا يتجاوز 120 ألف نسمة بينما في قرطبة وحدها عدد السكان يتجاوز نصف مليون نسمة